كيف تنظر لهذا التطور لهذه الغارة الإسرائيلية بهذا الشكل وأيضاً وأولاسيما فيما يتعلق بتداعياتها وتأثر الجبهة اللبنانية الجنوبية بها يعني لابد من كراءة مختلفة لما حصل اليوم في المواصف وهي أن بنيمين نتنياهو بدأ عملياً تنفيذ الاتفاق المفترض الذي لم يوقع بعد حول التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الرهائن بدأ ينفذه قبل أن يوقع أي أنه يحتفظ لنفسه ولجيشه ولحكومته بحق القيام بعمليات أمني نوعية موضعية كما يقول هو عندما يتحقق لديهم هدف أساسي وهذا الهدف الأساسي بطبيعة الحال أحد القيادات البارزين لحركة حمس هذا الأمر بنعكساته يعني كما بدأنا نقرأ سريعاً في التسريبات الإسرائيلية وبعض التسريبات الأمريكية أنه عكس ما يقال لن يؤخر في مسألة تسريع التفاوض حول الوصول إلى اتفاق إنما سيعجل في هذه في عملية إبرامة التفاوض لماذا؟ لأن ما يخرج من داخل الغرف المغلقة وما يتعمد تسريبه أن كل ما يطرح توافق عليه حماس سريعاً وبلا نقاش لأنها تريد وقف الحرب الأمس قبل اليوم ذات الأمر ينعكس على الجبهة اللبنانية كل من زارة قيادات حزب الله في الأسبوعين الأخيرين سمع ذات الكلام نحن نريد لا نريد توسعة الحرب نحن ننتظر بفارغ الصبر الوصول إلى اتفاق في الدوحة أو في القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة لكي نوقف إطلاق النار فوراً في الجنوب ونحن مستعدون أيضاً للأليات التفاوضية المقبلة كيف يمكن التدليل على هذا؟ أن حماس أو حزب الله بات في موقع تقديم تنازلات الحاجة الضرورية لأن بعض القراءات وبعض المحللين حتى استضفناهم خلال هذه التغطية يرون أن نتانياهو هو المأزوم ليبحث عن صورة النصر وأنه حقيقة خلال العالميات نحن نسمع في بايروس زميلة نحن نسمع بالمباشر وفي اللقاءات في بايروت ومن حقنا أن نستنتج ونستدل على ذلك ما يقوله قياديون في حماس وفي غير حماس وفي حزب الله أنه يقفي الوصول إلى اتفاق لوقف النار في غزة ولو بقي الصنوار لوحده وخرج ووقف على ركام أحد الأبن ورفع شارة النصر نكون قد انتصرنا هذا الكلام يدلل أنهم يريدون وقف إطلاق النار بأي ثمن والجميع يريد وقف إطلاق النار بأي ثمن رحمة بالشعب الفلسطيني الذي وجدنا اليوم أن الإجرام الإسرائيلي وصل إلى حد لا يمكن توقع معه أي شيء بالتالي لن يقيم اعتبار لوجود ألاف المدنيين إذا أعتقد أن هناك قيادي حمساوي أو غير حمساوي موجود بينهم يقتل الجميع من أجل قتل هذا القيادي في لبنان أيضا الكلام العلني والكلام الذي يخرج أيضا عن المتحد يعني عن من يتولون التفاوض عن حزب الله وتحديدا عن رئاسة مجلس النواب أن لبنان هو من أكثر المشجعين وتحديدا سأكون أكثر تخصيصا أن الثنائي الشيء في لبنان هو من أكثر المشجعين على الوصول إلى إبرام اتفاق بأي ثمن المهم أن تقبل حماس ونقبل بما تقبل به حماس هذه العبارة نقبل بما تقبل به حماس هي التغطية على أي تنازل تقدمه حماس من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار لأن الجبهة اللبنانية وصلت إلى مرحلة من الاستنزاف صحيح أن حزب الله يمتلك القدرات ولكن الإسرائيلي يمتلك بانك أهداف أمني يعني يعتمد للإسرائيلي عملية قد يقول أن هذا استنزاف متبادل هو استنزاف للجيش الإسرائيلي ليضغط أيضا على المرحلين على مستوى المناطق الحدودية وهذه العائلات وهذه الأهالي تضغط ماليا وسياسيا على الجانب الإسرائيلي هذا نهيك عن تكريس صورة عزلة إسرائيل على المستوى الدولي بطبيعة الحال ولكن القرار الحرب في لبنان لحد الآن هو قرار إسرائيلي وليس بيد حزب الله هذه المسألة يجب أن نعترف بها الضغط الذي يمارسه المستوطنون الشمال على حكومة نتنياهو وأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم هذا الضغط هو ذاته في لبنان يمارسه أهل الشريط الحدودي ولكن للأسف بصمت هناك مساحة للتعبير في المقلب الآخر أما في المقلب من عندنا هذه المساحة نسبيا مفقودة نعم الناس ضاقت درعا بأنها منذ 8 أكتوبر وهي مهجرة خارج كراها وبلداتها لبل أكثر من ذلك عندما تعود ستعود أيضا إلى الركام أنا لا أتبنى سردية معينة إنما أقول أن علينا أن ننظر إلى الوقائع كما هي الجبهة اللبنانية قرار الحرف فيها ليس بيد حزب الله بيد الإسرائيلي وساعة يشاء قادر على توسيع دائرة هذه الحرب مع لحظ زميلك العزيزي مسألي أساسي لا يتحدث عنها السياسيون وتحديدا حزب الله في لبنان هناك ضغوط وهناك ممارسة ضغوط على الجانب اللبناني هائلة جدا لها علاقة بالعمق أو بالفضاء استراتيجي لحزب الله في المنطقة وهو سوريا نحن نخفل هذه المسألة السوريا عمليا انخرطت من ضمن الأجندة العربية وتحديدا بعد كمة المنامة سوريا تنفذ لائحة من المطالب بصمت هذه اللائحة من المطالب بصمت من أبرز عنوين تقليم أضافر أو وجود حزب الله والحرس الثوري في سوريا وعزل سوريا عن أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل أن لا تنخرط سوريا في أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل وهي عموة لن تنخرط في هذه الحرب منذ انطلاق حرب غزة على غزة سوريا ولم تنخرط وأكاد أزم أنها لن تنخرط طيب دعني أسألك فيما يتعلق بالتصبيل كله مرتبط بالتهديئة وإذا كان نتنياهو يسعى للضغط لنسف أو عرقلة هذه الاتفاقات ما هو المتوقع بالنسبة لقادم الأيام عندما نتحدث أن حماس تنزلت بالفعل عن مبدأ وقف إطلاق النار كشرط أساسي قبل دخول في المفاوضات وتعهد إسرائيلي تنزلت عن هذا المطلب فيما يتعلق بالتوافق على الحكم المؤقت قوة مرتبطة بالسلطة وهو البعض الذي يراها أنه يشكك فيها لجهة رغبات وإرادة حماس حقيقة في التنازل عن الحكم هذه قصة إدارة غزة مبعد في اليوم التالي للحرب هي وصفة إسرائيلية مسمومة للاقتتال الفلسطيني الداخلي في غزة واستعادة لعام 2007 والتي نتمنى أن لا يصل إليها الشعب الفلسطيني مجددا في غزة أما نتنياهو سيستمر في التميع وفي تقطيع الوقت إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لعله يصل إلى معادلة جديدة يكون فيها دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة المقبل بما يعيد إحياء صفقة القرن وصفقة القرن هو نفذ عملية نتنياهو جزء مهم منها وهو تدمير قطاع غزة وبالتالي هذه المجموعة الفلسطينية في غزة يدفع بجزء منها باتجاه سيناء النقطة الأساسية والخطيرة التي يجب أن ينتبه إليها الفلسطينيون في المرحلة المقبلة وللأسف أسمع بعض قيادات حماس وغير حماس يرددونها دائما بأنهم سيشعلون الضفة والقدس وأراضي 48 صدقيني زميلتي إلى العزيزة أن هذا الأمر سيكون هدية لنتنياهو إن حصل حتى اليوم كان بيان حماس يدعو للنفير العام والضفة والقدس يعني هذا خطر جدا لكن تعودنا على هذه المطالب وهذه المحاولات قبل رمضان وخلال رمضان وخلال موسم الحج وما إلى ذلك دائما يتم التوظيف وهذه الدعوات لكن إذا ما تحدثنا على ربما أنت انطلقت سدوود قبل أنه إسرائيل تسعى للاستباق لفرض شروطها فيما يتعلق بعمليات في أي وقت وما إلى ذلك هذا يذكرنا ربما بوضع وحالة الضفة وأيضا الشروط على المعابر ربما المعابر مع الأردن والآن هناك خلافات مع مصر أمور ترفضها مصر بشكل قاطع هل يمكن تكرار وضع الضفة أو سيناريو الضفة في غزة؟ هل هو قابل للتحقيق أصلا؟ هو بطبيعة الحال للأسف أقول نعم قابل للتحقيق وبالتالي الإسرائيلي هدفه التالي هو الضفة الغربية والقدس تهجير رزة إلى سيناء تهجير الضفة إلى الأردن ومن ثم ما يسميهم عرب 48 تهجيرهم إلى لبنان في عملية دياسبورة فلسطينية جديدة باتجاه الدول العربية المحيطة هذا الأمر خطير جدا وهذه ليست مسحة وهذه ليست من ضمن نظرية المؤامرة من هنا يجب التعاطي مع الضفة ومع القدس بحساسية خاصة يجب عدم تقديم أي ورقة وأقول أن الإسرائيلي لا يحتاج إلى أوراق في هذا المجال ولا إلى ثرائع